اشتركوا في القناة وجهاز الادماج الاجتماعي للشباب حاملية الشهادات اذ يدمج المستفيدون في حالة نشاط في المؤسسات والادارات العمومية الى غاية الـ 31 اكتوبر 2019 في رتب موظفين بصفة متربصين او متعاقدين لمدة غير محددة في مناصب توافق مؤهلتهم ورغم صدور المرسوم الا ان عديد الاستفهامات تبقى مطروحة وسط حيرة وتخوف اصحاب عقود ما قبل التشغيل خاصة وان سقف مطالبهم قد لا يرقى للحلول المطروحة فهل الاليات والمناخ اليوم موات للفصل في هذا الملف الشائك الذي ظل عالقا لازيد عن عشر سنوات خاصة في ظل الوضعية التي تمر بها البلاد اذا نسئل كثيرة وكثيرة وكثيرة سنترحها في هذا العدد من برنامج عين على المجتمع واليات ادماج عقود ما قبل التشغيل بحضور ضيوفي الاكارم اسمحوا لي ان ارحب برئيس الفرع الولائي للتشغيل انام غلمة السيد سليم برهدون كما ارحب ايضا برئيس مصلحة الادارة العامة والميزانية على مستوى مديرية التشغيل غلمة السيد وسيم برجيبة مرحبا بالجميع اذا استهل حديثي مباشرة مع رئيس الفرع الولائي للتشغيل انام غلمة السيد سليم برهدون ربما كما قلت في المقدمة السيد سليم ان عديد الاسئلة سنحاول ان نطرحها في هذا العدد من برنامج عين على المجتمع لكن قبل الغوص في حيثيات الموضوع كيف طارونا المناخ العام والاليات هل هي مواتية فعلا للفصل في هذا الملف الشائك الذي ظل عالقا كما قلت لأزيد عن عشر سنوات خاصة في ظل الوضعية التي تمر بها البلاد ام ان الحلول ستكون بين قوسين ترقيعية تفضل بعد بسم الله الرحمن الرحيم نشكروا بإداعة قلمة الجهوية على الاستطافة ندخلوا دائما نتكلموا دائما على هو هنا الشيء المهم في العملية عملية الإدماج هي كانت كما هو معروف انه في أكبيرة من الشباب مدمج خاصة في القطاع الإداري وكانت تخص الآليات كائنة في سنوات سابقة كائنة في آلية مستهم عملية توظيف وتوظفه لكن الآلية التي كانت تخص باش تمس كل الفئات كان الآلية هذه غير موجودة بالمرسوم التنفيذي تسعتاش 336 المتعلق بالمتعلق والمتضمن إدماج عملية إدماج المدمجين في القطاع الإداري يعني حلت المشكل الكبير تحل هذه ولأنه في المرسوم بعد المرسوم جاء جاء تعليمة وزارية التي نظمت عملية أولا آلية توظيف أو إدماج هذه الفئة وحصرتها يعني دوركم بعد أن تكلموا على الآلية والإجراءات يعني الآلية وضحة دورك تبقى بالطبع تبقى لأنه العدد كبير وكبير ويمس كل إدارات وتبقى عملية التسوية يعني لازم لها وقت الوقت هذا يعني هل الوقت سيكون بكل صراحة السيد المدير الوقت سيكون بكل صراحة كفيل يعني بإدماج كل هذا الرقم يعني هذا الكم الكبير لأنه لما تسمع الرقم يعني منيش راح نمد أرقام على الهواء مباشرة بعدين راح يفصل فيها السيد وسيم برجيبة يعني من غير المنطق يعني من غير المعقول بش نكونوا واضحين يعني في هذا العدد في هذا البرنامج لأنه بعدين راح نفتح الخط الهادي فيه والمستمعين يعني أحرار فيما سيقولون فضل سيد المدير شوف الوقت كافي لأنه كاين صح في بعض الإدارات وين كاين كاين عدد كبير يتميز ولا نقولوا يمس عدد كبير اللي عندهم نفس الإختصاص وبعض الإختصاصات تلقاها غير موجودة مثال غير موجودة في الإدارة المعنية بالإدماج لكن الآلية اللي يضبطها للمرسوم أنه عطاها حرية الحرية أنه هذا المدمج اللي عنده إختصاص يلأمه في إدارة أخرى والإدارة هذه غير موجودة فيها الإختصاص بإمكانه بإمكانه التوظيف في الإدارة الأخرى هذا بعد هذا بعد وين يكون ما يكون استحالة التوظيف في الإدارة هذه المعنية بإمكانه أن يوظف المدمج في إدارة أخرى لتلائم تلائم إختصاصه مليح إذن رح نفصل أكيد في كل المشاكل المتعلقة بهذا الملف الشائق كما قلت في البداية أقبل هذا نرجع إلى رئيس مصلحة الإدارة العامة والميزانية بمديرية تشغيل السيد وسيم برجيبة إذن وسيم كما قلت قبل الغوص بيودي الإحصائيات أولا عندنا هنا بولاية غالما ونبدأ ربما بالإحصائيات الخاصة بالفئة الأولى اللي هي فئة ثماني سنوات فما فوق التي من المفروض أنه إدماجها بدأ منذ نهاية العام 2019 وما نشرح مدى التقسيم بالبلديات وإنما كما قلنا قبل قليل بالقطاعات وهو كذلك دكتور السلام عليكم ممى مشكركم على الاستدعاء نبدأ في هذه الإحصائيات تطبيقة المرسوم التنفيذي رقم 36619 المؤرخ في 8 ديسمبر 2019 المتضمن الإدماج المستفيدين من جهاز المساعدة للإدماج المهني وجهاز الإدماج الاجتماعي لحامل الشهادات حامل الشهادات إدماج الاجتماعي قمنا بعد دار والاپاساسيون بين الوكال الوكال التنمية الاجتماعية الادياس والوكال الوطني الشغيل دار والاپاساسيون تاع غالما مستتها قرابط 450 عقد 458 عقد هذه العملية رايماشية نجمي تقول يقصد سنين نقري 75% من العقود 341 عقد جمعت الإدماج الاجتماعي لحامل الشهادات نجمي الإدماج الاجتماعي نجمي نجمي تحدي الاجتماعي ونجمي العملية تحدي على أحسن وجهة هناك خصوص جهاز المساعدة للإدماج المهني نجمي 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 63% من الوكال من 8400 كنتر في القطاع الإداري نجمي الثلاثة التي ستذكر هناك شرط أقدامية 8 سنين وفوق نظر على خلال 8 سنين ي الحديث على الجنة 8 سنين ونهار يقصو الإدماج بعنوان السنة المالية 2019 نجمي لحنا قطاع الجماعات المحلية وهو الذي يتوفر عليه هو الذي يستحول على أكبر عدد المستفيدين لدينا قطاع الجماعات المحلية، لدينا قطاع 3,780 مستفيد من جهاز المساعدة المجمهني لذلك يقسم هذا الإدماج لدينا قطاع التشغيل، لدينا شخص فريد لدينا قطاع التربية، لدينا حصة الأسد، لدينا 661 عقد لدينا سنتي، لدينا 993 عقد لدينا جونسي سبور، لدينا 256 عقد لدينا التربية، لدينا 167 عقد لدينا الإنسانيما سيبرير، لدينا 59 عقد لدينا الـ كميع الحالات لدينا السنوبة لدينا 41 mit technical l'équipe public printed 48 16 21 ال dar al Sur 5 لدينا المناسبة لدينا لدينا 57 المعب الد 2014 ال public 13 قطاع البالية التكنولوجية الإعلام والإتصال لدينا ربعة ترانسبور ثلاثة الانديشتري كيفية الصينعة ثلاثة التضام الاجتماعي لدينا سبعة والتوريس لدينا واحدة وعملت الإدماج غير ماشية كما نقول إحنا يا أكسي كما بعد ما أعطيتك الإحصائيات نجمي تقول لي حصت الأسد في الجامعات المحلية الجامعات المحلية أكيد وحتى المشكلة رح يكون وطوفير المناصب المالية رح يكون المشكل مدام كينا بش مطفقت بالمستمع الكريم وش مقصود بالجماعات المحلية الجماعات المحلية نقص بها البلديات والدوائر وكينا بعض الإدارات كما الإدارة المحلية المواصلة السلكية واللسلكية هذه دم كل تابعين وشيق العما دم كل قطاع الجماعات المحلية هذه دم لبوست نجمي تقول لي مدام دورك جنا إرادة سياسية ومدام كينا كينا كما نقولو عازم ومصالح ومفاشية الوظيفة العمومية بدأوا بعد في اليروكروتبون وعندي حتى الإحصائيات ودعوا لهم مقررات الإدماج عندي هنا إحصائيات نعطيها لك لن نوضح الصورة قلنا لدينا 5359 لدينا التعداد المدماجين إلى اليوم لدينا 84 تتعلم الوظيفة هذه لم يكن لدينا 15 يوم ريسارية بإذن الله قلت لك المشكلة في الإدارات لدينا حتى الفائض لدينا حتى الفائض في المناصب المالية بعد تقربة المصالح ومفاشية الوظيفة العمومية لدينا حتى الفائض في الإدارات لدينا حتى المشكلة لنزمنه شوية وقت في قطاع الجمعات المحلية كذلك على إعتبار أن الرقم كبير يعني الأمر أكثر من عادي يزنه شوية وقت كذلك يتطلب الوقت كما أشرت سيد وسيم برجيبة نذكر فقط بأن الصفحة الرسمية لإذاعة قلمة الجهوية إذاعة قلمة راديو قلمة في خدمتكم لطرح كل استفساراتكم وخليني نغص شوية في الحديث قبل ما نفتح الخط الهاتف نرجع لك السيد ساليم برهدون رئيس الفرع الولائي للتشغيل أنام قلمة خليني نبدأ ندير في عملية تشريحية للموضوع فئات عقود ما قبل التشغيل والفرق بين عقود الإدماج المهني وعقود ما قبل التشغيل بشو نوضح الصورة؟ نوضح الصورة هذا العقود ما قبل تشغيل هذه التسمية القديمة للجهاز القديم قبل قبل ما يأتي جهاز المساعدة للإدماج المهني 2008 نسميه إحنا جهاز عقود ما قبل تشغيل هذه التسمية عادة راحة عادة تكلم دائما تكلموا على الإدماج نقولوا عقود ما قبل تشغيلها هي التسمية الحقيقية هي جهاز المساعدة للإدماج المهني جهاز المساعدة للإدماج المهني في شقين كيف ينشق اقتصادي وشق إداري المدماجين في الطعيل الاداري وكيف ينشق المدماجين في الطعيل الاتصال ليغ؟ ثلاثة أنماط حامل الشهدات الجامعية هذا الإداري الإداري والاقتصادي ativa SUSUMA خرجية المركز southwest المهني. والفئة الاخيرة بدون تأهيل. فئة بدون تأهيل وتكوين. سميوسية فيه. هذه ما بقيتش يعني العقود هذه عندها من 2018 ما بقاشها. كانت كانت عقود اه تعقد مع بعض الهيئات البلديات وبعض المؤسسات او بعض الادارات الخاصة بالتنظيف وعملية التنظيف هذه. اذا بقوا نمطين. بقى حملي شهادات الجامعية. عقود خاصة بحامل شهادات الجامعية. وعقود خاصة بخريجي مراكس تكوين المهنية. او الذين يستوفون تأهيل ثانوي. سنة اولى سنة ثانية وسنة ثالثة ثانوي. اذا جهاز المساعدة اللي يمس فئتين. فئة الجامعية والفئة يخريجي مراكس تكوين المهنية. هل هذا نعم هل هذا يعني سمحني فقط سيد المدير هل هذا يعني ان المعنيون بالادماج هم اصحاب عقود ما قبل. خليني في نفس المصطح بشي فهمي المستمع الكريم فقط. هم اصحاب عقود ما قبل التشغيل. الجامعيين وخريجي المعاهد فقط. نعم. هذه فقط. هنا اشكالية المطروحة. سمحني سيد المدير فقط وراح نفسح لك المجال للحديث. هنا الاشكالية المطروحة. اشكالية النشاط الاجتماعي والشبكة الاجتماعية. هم غير معنيين. تفضل. قلنا جهاز المساعد للادماج المهني مص الفئتين فقط. العملية الادماج او عملية التسوية تمس اا الادماج المهني بالقطاع الاداري حاليا بالقطاع الاداري. يعني تمس حاملة شهادات الجامعية اللي عندهم عقود حاملة شهادات الجامعية اللي يتقضاوا خمسة عشر الف دينار دينار شهريا. وليتقضاوا ثمان الاف دينار شهريا. آآ هذا اللي راهم آآ راهم في القطاع الاداري. القطاع الاداري وشي القطاع الاداري. هي مجموعة الادارات العمومية اضافة الى ادارات الجامعات المحلية. يعني البلديات والضوائر والولاية. زائد الادارات العمومية. الادارات العمومية بمختلف. مدوا امثلة كما الشباب والرياضة. الشباب والرياضة. السياحة. السياحة والسياحة. هذه هم اللي تمسهم عملية التسوية. التسوية حتى التسوية فيها ثلاث اطوار. الطور الاول يمس اكثر من ثمان سنوات للعملية تكون في اواخر الفين وتسعتاش وتمدد حتى الفين وعشرين. والطور الثاني. اللي تمس اه عندهم اقدمية من ثلاثة لخمس سنوات. ثم سنوات. اه ثم سنوات. يعني اقل من ثم سنوات حتى الخمسة. هذه تمسهم العملية في الفين وعشرين. والفئة الاخيرة. اللي عندهم اقل من ثلاث سنوات تمسهم العملية في الفين واحد وعشرين. احنا روح وضرك الفين اللي اكثر من ثمان سنوات تمسهم العملية ابتدائي من شهر ديسمبر. هناك يجينا نتكلم وضرك نعود ويرجعنا لنتكلموا على المشروع القانون. المرسوم. مرسوم. هذا لحدد ادماج المستفدين من جهاز المساعد على الاندماج المهني. والا憐 الاجتماعي. لحامل الشهدات. Bulsollaو. هكذا هبقا بعين كذلك في انشخين. الشك خاص بالجهاز. الفئة المستفيدة من جهاز المساعدة أو الادماج المهني ويمس أيضا الفئة المستفيدة من الادماج الاجتماعي. حاملي الشهدات. حاملي الشهدات اسميه الليوبيد. من حتى الإدماج الاجتماعي حميلي الشهادات فقط حميلي الشهادات مشكلة من التياس من التقني سامي إلى الليسانس ومستر الخطوة الأولى في المرسوم التنفيذي والنصف أول حاجة هي تكلمة على ضرورة تنصيب يعني كينا لجنة وطنية واللجنة ولائية اللجنة الولائية ترسعها الوالي سيد الوالي أو ممثله اللجنة الولائية تنصبت في 15 مباشرة بعد صدور المرسوم والتبريغ ترسمت اللجنة الولائية بتاريخ 15 ديسمبر 2019 وتضم خمس أعضاء سيد الولي وممثله ممثل عن القطاع الإداري المعني المعني بالعملية ممثل عن أو مدير المراقب المالي منفتشية الوظيف العمومي مدير تشغيل وممثل ومدير الفرع الولائي لتشغيل هذا هو أعضاء اللجنة اللي عندهم صلاحيات دورك نشوف نتكلموا على الصلاحيات صلاحيات مأكيدا يتجيل هذا الشيء فيما يقص جهاز المساعدة المجاني المعني اللي يمث حامل الشهادات وخريجي مراقب المعني معنيين بالتسوية يعني النشاط الاجتماعي والسبق الاجتماعية نشاط الاجتماعي يمث غير لحامل الشهادات نشاط الاجتماعي نشاط التسوية ليس صغير لحامل الشهادات لأن المرسوم يقول إدماج المستفيدين من جهاز المساعدة المجاني والإدماج الاجتماعي لحامل الشهادات العملية هي عملية أخرى في سبقتها جاءت بعدها عملية نقل أو تحويل المستفيدين من جهاز الاجتماعي إلى جهاز المساعدة المعني والعملية هذه كذلك رأي سارية يعني الناس اللي معنيين بالإدماج الاجتماعي اللي يحملوا عقود يسميوها اليبيد اللي يتقضىوا 9000 دينار جزائري دورك راح يقول لي وتحولوا إلى جهاز المساعدة على الإدماج المهلي ويعودوا يتقضوا 15000 دينار وعملية التحويل مثل المستفيدين بعنوان سنة 2018 وال2019 هذا تم تحويلهم إلى جهاز المساعدة للإدماج المهني هذه العملية بالتنسيق بين مدرية النشاط الاجتماعي ومدرية تشغيل وكذا العملية جارية بطريقة عادية يعني والعملية اقتربت على النهاية يعني العقود تحولوا بعد فسخ العقد بعد فسخ العقد لهذه الفئة من طرف مدرية النشاط الاجتماعي تم دعوة كل المستفيدين إلى الوكالة من أجل استخدام تم فسخ عقد العقد الإدماج الاجتماعي وتحوله إلى عقد إدماج المستعدة المساعدة على الإدماج المهني والعملية يعني قربت على النهاية تحت قريب 340 341 على مستوى مدير التشغيل سيتم انضاءها وتيرجعوا يدخلوا في فئة جهاز المساعدة على الإدماج المهني ليتمسم حتى هم عملية التسوية أكيد وهو كذلك إذن رقمنا الهاتف في 037-34-32-32 في الخدمة للمشاركة معنا في هذا العدد من برنامج عين على المجتمع وهو آليات عقود ما قبل التشغيل وأيضا الصفحة الرسمية لإذاعة جلمة الجهوية إيمان لغوست قول صباح الخير ماذا عن القطاع الاقتصادي العمومي ما مصيرهم رح نجاوبك لأنه نجاية فالطرح فقط تبقى في الاستماع السلام عليكم إيلين إيلين تقول أريد الاستفسار عن أصحاب العقود في القطاع الخاص هل يمسهم الإدماج وما مصيرهم رح نجيه للقطاع الخاص أيضا ونجاوبك بقى فقط في المتابعة إيلين تقول عقود الدياي بي في القطاع الخاص محدد بثلاث سنوات فقط غير قابلة للتجديد بينما في الولايات الأخرى هذا في ولاية جلمة بينما في الولايات الأخرى هو عقد غير محدد المدة أي قابلية التجديد رح نجاوبك أيضا نبقى فقط في المتابعة رح نجاوب بإذن الله على كل الأسئلة نستقبل مكالمة ما فيش مكالمة وهو كذلك كده نرجع إلى سيد وسيم برجيبة قلت المعنيون هم أصحاب عقود ما قبل التشغيل الجامعيين وخير يجي المعاهد فقط نفسه في هذا الأمر للمستمع الكريم لأنه عديد عديد الأسئلة راهي تطرحوا ربما أنا قلت في المقدمة داعي أنه فيها رضا نسبي ما فيش رضا كلي نسبة النشاط الاجتماعي الشبكة الاجتماعية نعود مضح أنهم مش معنيين هكذا يعني بش نوضحولهم فقط الفكرة إذن نعود ربما لكيفيات الإدماج وفحوة مخطط العمل التدريجي نرجع ديما للمرسوم التنفيذي نرجع ديما للمرسوم التنفيذي 366-19 موارك في 8 ديسمبر الموطة ضمن هنا حددنا حددنا الفئة اللي راح تمسها الإدماج إدماج المستفيدين من جهاز المساعدة لإدماج المهني وجهاز الإدماج الاجتماعي اللي حامل الشاهدات وفقا للمرسوم الأعوان الذين يزاوينون نشاطهم في إطار جهاز المساعدة على الإدماج المهني والاجتماعي لحامل الشاهدات والمتواجدون في وضعية الخدمة في المؤسسات والإدارات العمومية بتاريخ 31 أكتوبر 2019 نعم نحن نيجا نحن نقول في حال 12 هذي هي ذوك المشكلة المطروحة بشكل رهيب نراح لها واصل الحديث ورح نرجع الحكاية لحدي حدده 30 أكتوبر هذه أيضا لأثارت العديد من المشاكل تفضل هذه تداروها كشغول الوادد الخدمة يعود إلى ذلك تشغول تعرضين أي واحد مستفيد من جهاز المساعدة المجاني ويحمل عقد في جهاز المحادي خبرة مهنية يجيسوا الإدماج بعنوان سنة المالية 2019 كما أنا عندي تقني في الإعلام الآلي ما عندي إشتياس وعندي سنة والساعي تفوق عندي ثمانية سنين وسبعة شهر ولي حاملين مثلاً عقد تشغيل هذا كبالخياطة والحفافة كما نقول إحنا أسكو يقدروا يدولهم إدماج مهاني ولا لا والمدة كما يقال في البداية أنه من أول جن في 2011 أعتقد أن الرسالة وصلت للضيوف تجاوبها ما عندكم أسئلة عاتي قد تسمعي الإجابة شكراً جزيلاً لك ربي يخليك شكراً جزيلاً تفضل الشرط المضمون في المرسوم هو أجل احتساب بالأقدامية هو 31 أكتابر 2019 31 أكتابر 2019 يعني اللي عنده إلى غاية 31 أكتابر 2019 أكثر من ثمان السنوات معني بعملية التسوية في المرحلة الأولى تعالفين 2019-2020 معني بالتسوية في المرحلة الأولى يعني عندها ثمان السنين هذه معنية معنية بالتسوية وذلك نتكلموا على الإجراءات قبل ما نقوله التسوية كان إجراءات أولية قامت بها إجراءات مرحلية قامت بها عدة إدارات من بينها أنه باش نقوله باش نقوله المستفيد عنده أكثر من ثمان سنوات مش الإدارة اللي تعطيه شهادة ثمان سنوات نرجع للأصل الأصل هو المستخدم الأصلي هو مديري تشغيل لا المديري تشغيل تقوم بالمقابل تقوم بمنحه شهادة تثبت أقدمية سنوات هذه الشهادة تحصلوا عليها في كل إدارات كي نعمل مسبق قامت به مديري تشغيل هو احتساب الأقدمية احتساب الأقدمية كل الإدارات وزعت لها وزعت شهادات احتساب الأقدمية في الجهاز في الجهاز يعني الإدارة العصرية الإدارة المدمجة عندها شي هذا تثبت أنه المستفيد عنده أكثر من ثمان سنوات من طرف مديري تشغيل نعم وهو كذلك نستقبلوا مكلمة أخرى سيد المدير ألو ألو صباح خير صباح الأنوار مرحبا هلا وسهلا معك ابتسام البوليس مرحبا بيك ابتسام عندي سؤالي تفضلي هل تقني سامي معني بعضانية الإدماج في المرحلة الأولى بتريسك من جبيل هو يقول الجامعيين تقني سامي وين في معهد التكوين هيكا اي معهد التكوين المتوقع معهد التكوين وهل الإدماج هدا حيكون حسب المناصب الشاغرة أو مناصب مالية لعلاقة لها بالمناصب الشاغرة بيك إحنا مش غادي النسي معدر ساميني دقيق شوفي قلت لي تقني سامي في معهد التكوين وانا بلاصة إكزاكتما طعنا هنا تقال ما لا وانتخدمي في البلدية البوليس في البلدية البوليس أوكي فهنفهمه بعضانا بركة ما عليش والإدماج حيكون حسب مناصب الشاغرة ولا حيكون لا علاقة له الليه بالمناصب الشاغرة بتيسكوش قادي النسي ما ودرك كاي اللي يقول لك حيكون بالمناصب الشاغرة وكاي اللي يقول لك لا راح يكون مصصول على المناصب الشاغرة ما عندكم بش أسئلة ضيوف الأكارم ما عندكم بش أسئلة أوكي بتيسام ربي عايزك أخي ربي خليك تسمعي الإجابة بتيسام ربي عايز كمان نعم وقت ذلك تفضفوا فيما يخص رتبة تقني سامي في الإعلام الألي رتبة تقني سامي يصنفونا من يصنف تقني سامي في الإعلام الألي دركة نروحو قلت نختم في بلدية دركة إحنا معنا التنسيق مع مسالح وضيفة العمومية ومفتشية الوظيفة العمومية حصين المناصب الشاغيرة والتي ستشغر نهائيا احنا عنا المناصب محررة زادوا خمس حالات الانتداب زادوا خمس حالات الانتداب إحالة الخدمة الوطنية عطلة مرضية طويلة المدى هادوا مكل زادوهم مم حتى الوبراسيون ترقية إلى رتبة أعلى واحد يترقى إلى رتبة أعلى رتبة الأصلية تولي منصب شاغر زادوا خمس حالات غير يرفعوا من المناصب الشاغيرة وبه يوفروا تمشي العملية لأحسن وجه تقني سامي في الإعلام الآلي على مستوى بلدية هليو بوليس لعد عندها منصب شاغر شاغر بصفة نهائية تتوفر أي واحد عنده تقني سامي من ضمن المستفيدين في جهاز المساعدة المجمع مستفيدين من عقد وتتوفر فيهم 8 سنوات وحامل تقني سامي في الإعلام الآلي يديرون لهم اختبار على أساس شاهدة ويرتبوهم لترتب الحزب المناصب المالية يدمج يديرون لهم مقرر يدمجتعهم جميل أعتقد أن الفكرة وصلت نبقى مع المشكلة التي طرحناها قبل قليل رقبنا لهاتي في أكيد 037-1432-32 يبقى في الخدمة المستمعي الأكرم يتواصلوا معنا من خلال الصفحة ويسألوا على القطاع العمومي الاقتصادي بقوا فقط في المتابعة رح نجي ونفصل فيه إن شاء الله قبل أن نطرح سؤالي خليني نستقبل المكالمة له صباح الخير ألو ألو صباح الخير صباح النار مرحبا أهلا وسهلا أختي عندي سؤال إذا حد سمحت تفضل تفضل نسمع فيها نسمع فيك أكيد تفضل صح عبيتنا نسأل درك هذا تشغيل من 2019 رح يدوم حتى العام نقوله 2021 22 22 يسوي وضعية هذا وهذا اللي يتخرجه في سنوات هذا عاني جاية عاني جاية لا يكونش عندهم تشغيل أصلا عاني جاية لأنه تكون بما رح يكون تشبع يعني ساتيراتيون لأنه تشغيل سياسي شوفني السؤال هذا موجود عندي في قائمة الأسئلة الكثيرة اللي وجدتها اليوم أبقى فقط في المتابعة رح نصل إن شاء الله لأنه من غير المعقول أن الناس هذه فعلا لأنه على مستوى الجامعة أيضا في غليان يقول جامعة أو المراكز تكوين مياني رأي كل عام تخرج ألف وهو كذلك كان يجا يبقى فقط في المتابعة رح نحاول إن شاء الله نجاوب على كل أسئلة شكرا جزيلا إذن نرجع للسؤال التي توقفت عنده قبل قليل وحكاية 31 أكتوبر 2019 إذن إدماج المستفيدين في حالة نشاط في المؤسسات والإدارات العمومية إلى غاية 31 أكتوبر 2019 ماذا عن الذين عملوا ربما لمدة 6 سنوات 7 سنوات 8 سنوات ربما حتى أكثر وانتهت عقودهم وغادروا مكان العمل قبل أكتوبر 2019 هذا يعني وش نقدروا نقولوا عليهم عندهم حل ولا ما عندهم شحل لأنه في حالة ما إذا ما عندهم شحل رهم أكبر الضحايا يعني شوف هو المرسوم يعني جا واضح لا هو واضح لا هو واضح التاريخ المرجعي هو 30 أكتوبر في حالة يقول نشاط نشاط لأنه كين بعض المدمجين يعني تقدموا بطعون وتقدموا عندما شافوا باللي ما تحصلوش حتى على شهادة الإدماج من مديري التشغيل عندما توزعت على الإدارات قال لك وش دمبي ممكن هو في الفترة هذه كان توقف توقف على العمل أنا قلت مثلا إنسان توقف 20 أكتوبر 2019 وعنده خليني نقول مثلا 8 سنوات خبرة ولا 6 سنوات خبرة يعني مم سيبالوجيك اي دورك العملية تمس هادو سح هادو في حالة ناشاط وهدوك رجع لي المصير هادوك هادوك لحد الآن يعني معناش تعليمات ولا معناش لكن معناش أنا مكانش على الأقل هو طرحي منطقي يعني الشي اللي رامي يقول فيه منطقي والشي اللي رامي يقول فيه الناس هادم لي ربما انتهت خاتح مقبل أكتوبر أكثر من منطقي هل فيه ربما خليني نقول أنا معناش دعوات هل فيه مراسلات أننا كيفاش نديره للناس هادوك يعني تكلمت على جهاز المساعدة المهنية ونقولنا فيه القطع الإداري فيه شق خاص بالقطع الإداري وشق خاص بالقطع الإقتصالي الشق الخاص بالقطع الإداري ممكن شي توقف لأنه العقد مستمر غير محدد للمدة إلا بإيراد المستخدم غير لكان هو لكان هو توقف أو صراله إشكال نزاع أو توقف لظروف هذا هنا يعني من صح لإشكال يتطرح بلك مع القطع الاقتصادي وإن القطع الاقتصادي تحكم إحتواء إحكام تحكم إحكام تنظيمية لكن القطع الإداري يعني القطع الإداري اللي يتحصل على عقد في إطار الإدماج المهني قطع إداري العقد تهو بيدو غير محدد المدة يعني يتمسوا ذور كله مرحلة ثانية مرحلة ثانية الفين وعشرين الفين وعشرين وليما كان خلائها ما عندوش المدة يعني باش نجاوبوا بكل صراحة لأني ربما قلت في بداية البرنامج أننا ما نشرح نغطيه الشمس بالغربان لأنه أي شيء أي سواء كان مرسوم أو أي آلية راح تكون فيها نقائص شئنا أم أبين يعني الكمال لله راح نتحطو بكل صراحة نقائص في هذا الجانب نتحطو عليه بكل صراحة خليني نستقبل مكالمة قبل من واصل النقاش ونقول له صباح الخير الصباح الأنوار مرحبا وسهلا وعليكم السلام تفضل حسين يا ربي بركي شو بي يا الله عندي واحدة إشكالية رغم أني ضال خدام الحمد لله كما قال سيدا ولكن إشكالية نرفته لها الانتبال لأن نفس تعليم بكل اختي معنا يخدم معنا في النفس سنويات عندهم لصانس تعليم سواء فرنسي عربية لصانس بعيدين كل البعد على اختصاص بالله عليك يضلك السؤال المطرف هنا برك الإنسان هذه لما تدمجها مثلا احنا عدنا في تعليم يفوت على المسابقة الكتابية بعد ذلك يفوت على المسابقة الشاف الشفاهية عادة يزيد يزيد يسموه التكوين إلى قريب عام بعد ذلك يخدم بركان تدمج الإنسان لصانس تعليم تدمجو وتحطو ديركتو مو يخدم هو إشكالية رح يجب صعوبة كبيرة كبيرة بالبزات في قاضية الخدمة في القسم لأنه ذلك الأولياء والله الأولاد مبقاوش كما جاء بكري ذلك الأولاد عادي يجروا مشاكل عادي يخل يقولك ما يقراش عنده أستاذا ذكر وشه الأولياء ويضغطوا عليها ويضغطوا أكاديمي ولي في وحد المشاكل لا حطرة لها نعم يعني خلينا نبسط فقط حسين مثلا إنسان عنده لسانس بش يجاوبونه فقط ضيوف الأكارم إنسان عنده مثلا لسانس في اللغة الفرنسية يعمل على مستوى قطاع التعليم خلينا نقول سورفايونت ولا أي حاجة الآن نعم وعنده أكتر من ثماني سنوات الآن لما يجي الإدماج هل ستدمج كوم سورفايونت ولا ستدمج كوم أستاذة لغة فرنسية وفي حالة إدماجها كأستاذة مثلا تلغة فرنسية لمرأة عشر سنين يعني وهي سورفايونت أكيد لا تكوين مدى التكوين معدات على مسابقة يعني خليني نقول احتراما للجميع لكن ما كانش حتى مؤهل نفسي يعني حتى نفسيا ما هي شي مؤهلة هكذا حسين أي نعم بذلت بارك الله وفيك شكرا وفيك بركة تسمع الإجابة ربي بارك سلامة يا عايشك شكرا تفضل سيد مودي في المجال هذا ودايما نقول نرجع للآلية المرسوم المرسوم زايد التعليمة الوزارية المشتركة لحدد كيفية إدماج الفئة هذه لأنه أدرك تشوفي في الإدارة ياسر اللي عندنا تخصص نفس تخصص تلقى منه تلقى منه أكثر مثلا أكثر من ربعين أو خمسين مدمج تقريبا نفس الإختصاص تكلم على هذا الإختصاص كمثال لصنص تعليم أو لغات أو لغات فرنسية إنجليزية درك لكي نشي اللي ما تكلمناش عليه كي نشي اللي ما تكلمناش عليه على أن ما نشحنا ثاني أصحاب إختصاص اللي نقدرون نرجع للمرسوم المرسوم هو اللي يحدد هو اللي يحدد الضوابط ضوابط إدماج هذه الفئة الضوابط اللي يحددها المرسوم وش يرجع يرجع للقطاع لأنه في المرسوم يتحدث على أنه كل قطاع ينصب لجنة داخلية يترأسها لصاحب المدير القطاع ومعاه ومعاه ممثل عن عضاء المتساوي العضاء العمال الموظفين كذلك ينعمل قبلي يقوم به تقوم به مصلحة المستخدمين لأنها يرلي راح تحصي تحصي العدد هذا المعني بالإدماج وفق المناصب المتاحة في القطاع وفق المناصب الشاغرة في القطاع بعد ذلك بعد ما يكون هذه المناصب ويتم توزيع أو توظيف عملية توظيف حسب المناصب الموجودة خليني باش نبسط السيد المدير نبسط يعني أكثر من هذا يعني إذا كان المنصب المتوفر تقعد لكن عاد المنصب المتوفر أستاذة فرنسية أستاذة فرنسية هكذا هذا الطريقة مش مبسط لا بشتكون كذا عملت على لجنة داخلية على القطاع نحن من نقدر وش نقول وش عندهم وما كماناصب لانه نقدر في أمثلة يعني حسب ما هو شاغر هذا مثال فقط مديد ونى هل يعني تنصيب حسب حسب المناصب حسب المناصب المتوفرة حسب المناصب الشاغرة أو المتوفرة في القطاع ما هو كذلك يعني ما هو شرط مثلا لسانس فرنسية تترسم لا مش شرط هذا وش حبيك تسمع ترجع 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 لشورة توظيف ترجع لشورة توظيف لسانس فرنسية لازم تكون أستاذة فرنسية وهم في قطاع التربية يديرو شرط انها تكون ليسونس فرنسية بس هم تكونش سير فرنسية لازم 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 تكون متخدمة من في شارة العمل من قبل ما يجي الادماج هذا شارة العمل لازم تكون عملت بصيفة اسدادة لغة فرنسية ما يجدوه بها تاياها يديرو شرط انها ليسونس فرنسية وها تендيرو شخص في المنصب المراقبة انا متعدي اوش بهاها الي انا ارسك لانك كيفان يخدمو في الخاطئ تاعة التربية اوكي و هو كذلك . خلينا نستقبل المكالمة الو صباح الخير الو. الو سباح الخير بقطعة المكالمة وهو كذلك رقنا الهاتف سفر سبعة وتتين ربعتاش تينو تلاتين 32 في الخدمة للمشاركة معنا في هذا الموضوع من برنامج عين على المجتمع وآليات إدماج عقود ما قبل التشغيل إذن تحدثنا عن فحوى المخطط العمل معليش خلينا نستقبل المكالمة قبل أن نواصل الحديث ألو السلام عليكم وعليكم السلام مرحبا نقول لك ذو كلمات ملاحظة وخلاص بارك الله فيك على البرنامج رب يعيشك رب يخليك يبارك فيك وفي أعمالك على البرنامج رب يخليك رب يحبك شكرا على واجب لا شكرا على واجب سيدتي إذن نرجع وتقريبا خلينا نبقى في نفس الإطار في حالة عدم توفر الإدارة المعنية لا نحكيش على التعليم نحكي على كل الإدارات قلت في حالة عدم توفر الإدارة المعنية بالإدماج على منصب على المنصب الذي يوافق شهادة أو كفاءة المستفيد ما العمل هنا أنا قلت لك المرسوم في الألية المرسوم يوضحها يقول بلي في حالة مثال في حالة أنه هذا المدمج الإختصاصه غير موجود غير موجود في المؤسسات المدمج فيها غير موجود هنا بإمكان هذا المدمج أن يتم توظيفه في قطاع آخر يتناسب مع تخصصه وهو كذلك نحن نعطيك ما نقدرنا نعطيه حتى أنثلاوة إن كان يعني مهوشة لمهندس في البيئة أو مهندس في الأشغال العمومية لكن هو عنده عقد هو عنده عقد مهندس مهندس في الأشغال العمومية أو في الطرقات مثال في الطرقات ومدمج لدى مديرية التربية مديرية الترابية بطبيعة الحال مديرية الترابية ما تحتاج مهندس في الأشغال العمومية أو أشغال طرقات تحتاجوا مديرية أشغال طرقات مديرية الأشغال العمومية هنا يتم تحويله مباشرة إلى معطه وفر المنصبة وفي قرار من اللجنة الولائية وفي قرار يرجعنا للجنة الولائية هي اللي ترسم هذه العملية إذن رقمنا الهاتف 037-14-32-32 في الخدمة للمشاركة معنا برنامج عين على المجتمع إذن قبل ما نروح لصلاحيات اللجنة التي بيود ربما أن أفصل فيها تحدثنا ربما على الأعضاء تعلجنا العدد تحم 5 يترأسها السيد والي الولاية أو من ينوب أو ممثل عنه رح نرجع إلى صلاحيات اللجنة أين تبدأ وأين تنتهي بعد المكالمة ألو صباح الخير مرحبا ابتيسام تفضلي أبريك ما كانش المنصب الشاغل وش هيكون مصابنا هنا في انتظار توفر منصب المالي ابتيسام تسمعي بسيد واسم برجي بان في انتظار شوف يا ما نال في انتظار منصب المالي ابتيسام في انتظار منصب المالي توفر منصب المالي درك البلدية كل ضبط القوائم الإسمية لالناس التي رح يندمجوا لي عندهم 8 سنين بعنوان سنة مالية 2019 درك البلدية كل ضبط الميزانية 2020 درك الملاصب الشاغل التي ستستغل بعنوان سنة مالية 2019 يفوتوا على اساس شهادة على اساس شهادة على اساس الانتقاء كما نقول درك البلدية كل ضبط القوائم الإسمية لدي حسابك درك البلدية كل ضبط القوائم الإسمية باعتبار عندك 8 سنين خدمة ستكون موظفة في بلدية هليو بوليس أو وين توفر المنصب الشاغل ابتداء من 1 نوفمبر 2019 بصفتك تقني سامي في الإعلام الآلي تقني سامي في الوطاق مهما وش يكون مهما وقته يجيك المنصب المالي قادر يجيك في 2020 بصح يجيك باقتر رجعي من 1 نوفمبر 2019 نقعدوا درك احنا في بلائس ما كنت كما كنا تقعدوا تقعدوا خايفي سحبت بوكم ما تخافيش نحكي واحنا في شقة المالي قد ندخلوا في شقة المالي مدام ما اجبت الحكايات على شقة المالية شقة المالي حنا وش يقولنا شقة المالي يقولنا تقعدوا ما عندكش منصب المالي تقعدوا يتدي في 15-20 مائة من عدد مديري تتشغيل في انت إذار توفر منصب المالي كي تفضل إجراءاتك تفضل إجراءات توظيفتك تتنصبي يديرون لك شهادة توقيف الراتب تعطيك مدرية تتشغيل شهادة توقيف الراتب بابتداء من تاريخ التنصيب والباقي والباقي صاليرتك والباقي صاليرتك كي نحيو لك الـ 15-200 مدرية تتشغيل يبقى لك باقي صاليرتك للمدرية اللي لدينا مشتري فيها هذاك الباقي يجيها بطرس بطرس نعم 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 لنا مرحبا نعم السلام عليكم تردك مدام مدام الدولة صدرت مرسوم ناويات تدمش فيه العدد المن forgotten مدام ك bijna irada siya راح توفر مدام كina مرسوم تبقى مستقلت وقت هكذا وايه اطار قانوني ويدم نعم جميع القطاعات بالتنسيق مع مصالح وزارة المالية تحكي على كيف نقوله وهنا يجب أن تسويها للملاصب المالية المخصصة إلى عملية الإدماج نعم هو ربما المشكل الكبير الذي سيطرح وسنتحد عليه ربما من بدهش الآن نبدأ في الساعة الثانية من البنامج هو القطاع الاقتصادي الذي فيه ربما ما يقال وحتى الأسئلة نذكر لي وصلتنا من خلال الصفحة الرسمية لإذاعة قلمة الجهوية كلها تصب في القطاع الاقتصادي نقول لكم فقط تبقى في المتابعة سنفصل في هذا الشق نرجع لك السيد مدير العنام نقول مباشرة أو رئيس الفرع الولائي لتشغيل سيد ساليم برهدون صلاحيات قلت اللجنة الولائية فيما تتمثل شوف صلاحيات اللجنة الولائية تكفل أولا بمتابعة دورية لعملية تنفيذ عملية تسوية المدمجين هذه المتابعة تنفيذ عملية الإدماج ودراسة كذلك ودراسة كل الطعول المحتملة للمستفيدين المعنيين ولبث في كل مسائل ذات الصلاة بهذه العملية المهمة الثانية هي توجيه المستفيدين الذين لا تتوفر فيهم لا تتوفر الإدارات التي ينتمون إليها إلى رتب أو مناصب شغل أو مناصب شغل تتوافق من مشاهداتهم وكفاءتهم إلى هيئات أو إدارات عمومية أخرى لإدماجهم هذا اللي كنا نتكلموا عليه وإن في حالة أنه الإدارة المعنية ما عندهاش مناصب بالتخصصات الموجودة تعطي اللجنة الولائية الموافقة تحباش يتحولوا باش يتحولوا هذه المناصب إلى أيضا باش تتحول عملية تسوية على أشخاص المستفيدين هذه إلى إدارات أخرى هي التي تمد اللجنة الولائية عندها عمل دوري تقريبا دوري يعني من كل عشرة أيام أو كل أسبوع تقوم بدعوة كل المبثلين بتاع اللجنة لمتابعة تنفيذ هذا المرسوع مدى تقدم إجراءات تنفيذ مدى تقدم من حيث وجه لأنه حتى كان هناك حتى هناك اختلاف حتى بين الإدارات كان إدارات تكلم عليها الزميل كان إدارات لي ما عندهاش عدد كبير من المستفيدين يعني يسهل عملية إدماجها وكان إدارات عندها حتى مناصب مناصب مالية أكبر من عدد المدماجين عندها هذا بعد البث بعد مباشرة بعد التسوية يبقى يبقى الفائض الفائض هذا يحول إلى إدارات أخرى بعد موافقة اللجنة الولائية هذا الشيء الأول كذلك كان الشيء اللي يتكلموا عليه أيضا هو التوافق بين المناصب الشاغرة والمناصب والاختصاصات هنا كان في بعض الإدارات لكن نشوفه كان مستفيدين عندهم اختصاصات متلأمش مش متلأمش يعني بحكم أنه عنده شهادة جامعية لي ما تقدرش تلقى الصين فتحها في الإدارة هنا كان نسميه إحنا معادلة معادلة تقريبا توافق أنه في الإدارة كذلك تشوف الإدارات العمومية معظمها عندها مناصب متصرف يعني هذا لدي عنده شهادة في كل اختصاصات علوم إنسانية علوم اقتصادية علوم مالية بإمكانه أن يدمج في منصب متصرف إداري متصرف إداري يرى ويخص كل في تنظيم الوظيفة العمومية يمس كل الناس اللي حصلين على شهادة ليسانس نعم وهو كذلك نزيد في شق هذا نقطة بركة صدرة تعليم 30 ديسمبر 2019 فيما يخص شهادات شك رتبة كل رتبة مقابلها تخصصات المطلبة كل رتبة مقابلتها الشهادات والمؤهلات التي تغفر في المعني بها هي دمج في رتبة هذه استمعين للفاضل من جديد نعود لنحييكم أينما كنتم إذن نواصل الحديث في هذا الموضوع وآليات إدماج أصحاب عقود ما قبل التشغيل إذن نعود نرجع إلى مدير لانهام قال ما السيد سليم برهدون كيفيات الإدماج في القطاع العمومي الاقتصادي كيف ستكون عملية التسوية أو الإدماج في القطاع الاقتصادي يعني هو القطاع الاقتصادي يخضع لنصوص أخرى القانون يحكم تسيير المؤسسات الاقتصادية في التوظيف لأنه في المدمج في القطاع الاقتصادي ما ينتظرش المدة على الإدماج تاعة خمسة أو المرسوم لأنه المؤسسات الاقتصادية تعمل بواش؟ تعمل باحتياجات تاحها لأنه في السابق حتى المرسوم التنفيذي 128-26 اللي يتضمن الخاص بالقطاع خاص بعقود جهاز المساعد على الإدماج المياني القطاع الاقتصادي يضبط شروط شروط أنه المستخدم يتحصل على خمسة خمسة في المئة من المدمجين من مجموع من مجموع المستخدمين اللي عنده بعد إتمام عملية الإدماج كان شرط آخر هو شرط اللي يلزم أنه المستخدم بعد انتهاء مدة الإدماج من المفروض يأخذ خمسة وعشرين في المئة من مجموع المدمجين شفنا هنا مع بعض هل يدي خمسة وعشرين في المئة أو هل يدي أبليغات واغ في المرسوم يحددها لمفروضة خلي نعطيك مثال لو كان نروحه مثلا المثال فقط فقط ونقول بلي حتى أي مديرية نذكرها وعلى سبيل المثال لا غير روحوا مثلا الغرفة الصناعة صناعة تقليدية لما نقول مثلا ما لابليش أنا قداش عندهم كونتخان ونفرضوا مثلا عندهم ربعين مثلا هل ملزم المستخدم أنه يأخذ خمسة وعشرين بالمئة أم لما تقول احتياجات المؤسسة ما تطلبش لا شوف في المرسوم مئة وثمانية وعشرين يضمنوا شي يقول باللي للمستخدم عندما يتم عندما يقوم بعملية توظيف في إطار جهاز أنه بعد انتهاء المدة من الفروض عليه يحكم خمسة خمسة وعشرين مئة في المئة من تعداد المستفيدين من العقود تالجهاز لأنه خلال هذه الفترة المستخدم أو المستخدم في القطاع الاقتصادي ما يساهم حتى بشي لأنه الأجراء هي من من اختصاص الدولة الدولة التي تقوم بمخالصة المدمجين خلال الفترة هذه هو معفى خلال فترة العام الأول أو الثاني أو الثالث هي امتياز لأنه النار للأجراء هي رهي مجانية تحملها الدولة بعد ثلاث سنوات في حالة المستخدم هذا ما يوظفش خمسة وعشرين في المئة المستخدم هذا تبقوا عليه أنه المرسوم يقول المرسوم ما بقاش ما بقاتش الإدارة تمنح له إدارة التشغيل بما فيها المديرية أو الوكالة تمنح له مستفيدين عقود جديدة في إطار الإدماج هذا هو الشرط اللي يمتكور في المرسوم هو ما المفروض يعني هذوك الخمسة وعشرين بالمئة يحولهم للستية هذا كائن شرطين يقدر يحولهم مباشرة للستية أو يوظفهم مباشرة في عقود غير محدد المدة أو محدد المدة سيدي دي ولا سيدي هذا المتعامل معه إحنا كنشوف ميدانيا أنه بعض المؤسسات الاقتصادية خاصة العمومية تمشات مع المرسوم وظفت بعد ما الشرط أنك تخليه حتى السنة الثالثة معليش سامعني لما تحته على القطاع الاقتصادي كما قلت قبل قليل وانت قلت أنه المفروض ما يخلي وهش بما أنه قطاع اقتصادي وعلى هنخليه هذه المدة لكن خليني نتحدث على ما هو موجود على أرض الواقع الشخص ربما يخدم في قطاع اقتصادي عنده أكثر من 8 سنوات أكثر من 8 سنوات عنده 8 أو 9 سنوات كيف شرح نتعاملوا معاه هو في القطاع الاقتصادي ما كانش بعد ثلاث سنوات ما كانش بعد ثلاث سنوات يعيما يروح مباشرة للعقود المدعمة أو يروح تلقيهم ديرين دي تاشمون يعني خليمي نروح لك السؤال آخر كيف ها دوكت عاني جيد دوكت نوضح لك الفكرة بسؤال بسيط ومثال في حال كون العقد في مؤسسة اقتصادية مؤسسة اقتصادية والمعنى يعمل في مؤسسة أخرى ثماني سنوات هذا هنا كيف يتم التعامل معه شوف هذا نرجع هنا لا أنا هذا نرجع هنا يعني المعلومة هذا نرجع هنا Ironology هو هذا عنده عقل اداري عنده عقد في القطاع الاداري عنده عقد ادماج مهني في القطاع الاداري الهدية وصل loh الثلاث سنوات في القطاع الاقتصادي ما كانش بعد ثلاث سنوات تتوقف يتوقف العقد يا إما يوضف مباشرة في عقود محدد المدة أو غير محدد المدة أو في حالة أنه المستخدم ما عندهش الإمكانيات يلجأ يوظفه في عهد آخر هو يسميه عقود عقود المدعمة خاليني نروح لك السؤال بصيغة أخرى مثلا شخص عنده كما قلنا احنا يخدم في قطاع اقتصادي مدى الثمانية سنوات نمده مثالا يقول كل شيء لا كل شيء نمد فيه أمثلة مثلا عنده في بريد الجزائر ويخدم على بليشان على مستوى مؤسسة أخرى وهي ذات طابع اقتصادي مثلا على مستوى إذاعة قالمة ذات طابع اقتصادي يعني من غير المعقول أنه بعد خبرة طاويلة وصلت لهذه المدة مدة مثلا 8-10 سنوات مثلا على مستوى الإذاعة يروح يتوظف في بريد الجزائر ولا يتوظف في الإذاعة كيف يعني العمل أولا هنا كنا نرجع للمثال الحي هي ما كانش المستخدم الأفضل هو ليوظف باستمرار ويوظف عندهم ديموما في التوظيف هي قطاع البريد قطاع البريد سابقا يعني سابقا في 2008 كما بدأ في الإدماج كانت العملية كانت العملية كانت العملية غير منظمة لأنه قطاع البريد أنا حضرت في ولاية أخرى كان البريد كانت عملية عشوائية في توظيف توظف أكثر من التاقات تحم بعد التعليمات وبعد التنظيم عام صبحوا يوظفوا حسم لاحتياجات تحم دورك ما كانش بسي نكون واضحين ما كانش مدمج في قطاع البريد وما يتوظفش ما يروحش لمرحلة السيطية أو عقد محد المدة وغير محد المدة ما كانش ما كانش مستفيد عنده عقد إدماج في البريد اللي ما تحصلش بعد انتهاء المدة سنة الأولى سنة الثانية أو الثالثة ما يروح ما يكملوش عادة في البريد ما يكملوش ثلاث سنوات سنة الأولى سنة الثانية مباشرة يتحولوا للستاء أوه هو كذلك خليني يستقبل مكان مقبل ما نواصل الحديث هلو صباح الخير صباح نوم مرحبا لو سهلت فضلي أنا أسفة من جهال حديد مفاق المسيوب بولهدون أنا مستفيدة من جهاز إبناج في القناة عانين وثلاثة ناسة طبط العاقل الثاني وقاعدة بالفضل يحكي من الموقع اللي كنت عنده ماذا لي حتى حل ظلك نستنى نستفيد من واحدة أطلب وإلى وش الحل أوكي خلاص ما عندكش أسئلة يا سيدتي نسمع فيك فقط لأنه مع لمعليش كان شوي فوضى لكن نوصلوا الفكرة عامين ثلاث سنوات قطاع اقتصادي كملت كونت خاطحها 2007 أي قاعدة قدت لك درك هل نقدر نعود كونت خولها وش ندير شوف هذا هو القطاع الاقتصادي هذه المورونة المورونة في القطاع الاقتصادي ما يش المورونة نفسها في القطاع الإداري القطاع الإداري سعيه بشوية باجة كون ما جاش الإجراء الأخير هذا مشكل القطاع الاقتصادي عنده أكثر مورونة بالنسبة للتوظيف لأنه على المستخدم في القطاع الاقتصادي عنده الحجة أنه في بعض الأحيان هم مستخدمين ما عندهمش إمكانيات القانون جاء القانون وساعدهم فيما يخص عقود ستيا أنه بعد عامين أو ثلاث سنوات مباشرة يقدر يوظف هذا المستفيد في الإطار الجهاز يوظفه في ستيا ستيا للسنوات خلال السنوات عنده يستفيد من وش يستفيد من التخفيض في الجيب عنده امتيازات جيبائية وشيبة جيبائية بالمقابل بعد ثلاث سنوات هذا المستفيد في إطار ستيا ما يصبحش ما يصبحش يسمى مستفيد بعد ثلاث سنوات المستخدم يوظفه مباشرة هذا الإجراء هذا الإسراء أنه بعض المستخدمين يتحايلوا حتى مع المستفيدين يطلبوا منهم حتى في بعض الأحيان حتى الاستقالة بعد الانتهاء المدة يقولوا دل الاستقالة تاعك هنا للدولة وقعت وضعت ميكانيزمات لتدار هذا الإشكال ابتداء من الفين وسبعتاش ولا الفين وأواخر بداية الفين وثمانتاش العقد ستيا ما بقاش عقد محدد المدة عقد ستيا ولا عقد غير محدد المدة أنه المستخدم الذي يمضي عقد مع المستفيد ويقوم ويقوم بيعطأه ولا منحه عقد يوقع معه عقد ستيا راه عقد غير محدد المدة يعني بعد انتهاء المدة ثلاث سنوات يصبح هذا المشتفيد من عقد ستيا يصبح موظف بكامل حقوق نعم وهو كذلك نرجع شوية الأسئلة التي طرحتنا من خلال الصفحة تقول السلام عليكم أريد الاستفسار عن أصحاب العقود في القطاع الخاص هذا هو نفس القطاع الخاص هو القطاع القيصدي هذا هو القطاع الخاص عمومي أو خاص وقت نقطة نقول لها سليم الناس اللي يفضل العقود تحر العقود انتهت لهم هم خدموا في القطاع الاقتصادي اللي يفضل العقد خدم 3 سنين خدم ربع خدم خمسة يهز دير شهادات عمل ويعاود يسجل في المستوى الوكالة في تطبيق الوسيط نهار خلاف نهار تكون العروض عمل يكون الأديهم الأولوية لأنه سؤال آخر تقول من فضلكم ما هو ما سصر نحن أصحاب عقود ما قبل تشغيل القطاع الخاص وهل يوجد العام الثالث أو ستفتح ستيا الحد الآن يعني باش نكون وارح القطاع الاقتصادي الخاص أو العمومي تحكم تنظيم هذا بعد العامين أو ثلث سنوات من المفروض أن المستخدم بعد ثلث سنوات يروح المستفيد لكن لكاهن واضح في بعض الأحيان نتقوم بعض المستخدمين يتهربوا وما يقوموش بإمضاء عقد السيطية مع المستفيدين وهذا القاعدة ماش مع كل المستخدمين باش نكون واضحا كاينين بعض المستخدمين ملتزمين بعد المدة عامين أو ثلث سنوات يجري يروح مباشرة لعقد السيطية عقد المدعم نعم إذن سؤال آخر تقول تحتسب تلك السنة في الإدماج تحتسب تحتسب إذا ما كانش هناك انقطاع نعم لأن الملف الإدماج تدخل فيها شهادة الانتساب وشهادة المحاصرة عليها وشهادة الإدماج نعم سؤال آخر تقول أنا خدمت عام مع بريد الجزائر سنة 2010 وما حبوش يرجعونا إحنا رهد ديبلوم تعنا 16 سنة قرية خدمنا عام وحبسنا نحن أكثر فئة متضررات تروح الوكال تشغيل تقول لك مستفيدة مستفيدة حاول تلقى ولا حل كما قلت لك سابقا في 2008 أو 2009 2008 و2009 كانت عملية التوظيف نوعا ما لا تأخذ حقيقة احتياجات بريد المواصلات ونوظف عدد كبير لكن بعد 2011 2012 عملية نظمت وعادة التوظيف يأتي بناء على الاحتياجات المركزية احتياجات مركزية جي لكل لكل ولاية تقوم بعملية توظيف حسب الاحتياجات وكي توظف حسب الاحتياجات تاعك ما كانش الاشكال ضرق مع بريد المواصلات في الناس اللي داروا الإدماج معاهم ضرق نعم سؤال آخر تقول لك بالنسبة للدفعة التانية كم عدد السنوات وهنن تظر المناصب الدفعة التانية قلنا قد عدد السنوات بين 3 سنوات إلى 8 السنوات نعم تحكينا عليها تقول لك وهنننتظر المناصب الشاغرة والإدماج يكون في نفس المؤسسة أم يغيرون مكان العمل حسب الأولوية كما قلنا في الأول وهو كذلك يعني ما يقال على الدفعة الأولى يقال على الدفعة الثانية الأولوية دائما في نفس المؤسسة الأولوية الأولوية تحول إلى قطاع آخر هو هو كذلك نستقبل المكان ما قالوا صباح الخير نعم صباح النوات صباح الأنوار مرحبه لو سهلا ديك أنا عندي سؤال بارك للأسف انقاطعت المكان ما نواصل في الأسئلة تقول من فضلكم عند تحويل عقود لاداس إلى لانام هل تخص من لديه أكثر من 3 سنوات أو تخص الفئة الجديدة أقصد من يريد حليل استفادة من عقد لاداس هل يتم تحويله إلى لانام نعم نعم هنا المرسوم الثاني واضح يمثل الناس في حالة نشاط لديهم عقود حامل الشهادات حامل الشهادات كما نقول من تقني سامي وما فوق من تقني سامي لسانس يعني تمثل الناس لديهم عقود معلاداس وسارية المفعول سارية المفعول من 2018 2019 لذلك ما زالت سارية هذا تحول أكل الجهاز المساعدة لدنمجم والعملية سائرة ورغم العقود تحم تقريبا وش حال العدد 365 و 458 عقود من بينها 341 و من بينها 341 و تم امداؤها و مو دري تشغيل و زيت باش نفكر و باش نذكر المخالصة للأجر تبدأ من شهر ديسمبر مباشرة 2019 يسبب هو يتقضع 15 معاوض 9000 دينار نعم خلينا نستقبل مكالمة ألو صباح النور صباح الأنوار مرحب أهلا وسهلا يا عيش أختي حبيت عندي سؤال واحد حبيت نطر أخواليكم أختي تفضلي هل السنة الثالثة تنوي معنيين بالإدماج ولا لا مستفيدة من عقد قالت مستفيدة من عقد نعم مستفيدة عندي 8 سنين و 8 سنين أكثر من 8 سنوات 8 سنوات أوكي وهو كذلك عندها ثالثة ثانوي هكذا قطعة المكلمة تفضل سيد وزيم برجير المستفيدين جميع المستفيدين الذين ستوفون شرط وعندهم أقدم 18 سنين قلنا كينين شقين كما قال سعيدين بلاتك عنا حامل الشهادات وعنا عقود الإدماج المهني اليوسيب خريجي المعاهد ومعركش المهني والمحث المتحصلين على شهادات سنة أولى تاني 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 سؤال تاني تقول وضعت ملف عند لانام للاستفادة من عقد ستيا لكن بعد مرور شهرين قالوا أنهم قاموا بتجميد العقود بالرغم أني شهرين وأنا أذهب وأعود إليكم دائما في نهاية السنة دائما عندنا فترة فيما يخص الحالي يعني العقود متوقفة عقود من الوصاية نعم سؤال آخر تقول صباح الخير من المشكورة جزيلا شكرا جزيلا لك على الموضوع سؤالي تقول على كيفية دراست عدة ملفات على منصب واحد شاغر هل يكون دراست الملف بالأولوية أو بالمقابلة المقابلة هنا في تعليمة جاءت في تعليمة الإدماج نحاول المقابلة نحاوها بصفة الإستنائية لعملية التوضيف كان في حدود 6 نقاط ولا في حدود 8 نقاط نعم ويتم ترتيبهم حسب الأولوية على أساس شاهدة معايير انتقاء السؤال آخر تقول عندي استفسار حول حاملين لصنص لغات أجنبية ويشتغلوا في الإدارات كيف يتم إدماجهم ونبدأ مع هذا السؤال صحيح لصنص لغة فرنسية لغات قلنا قلنا ما تغفرش في معظم الإدارات ما كانش الإختصاص في مديرية التربية ولكن بعض الإختصاص بصفة قليلة في مديرية ناشط الاجتماعي وين عند المعركز تحصم والمعركز المعوقعين هدوك وشي بصفة قليلة معظمهم سيحولون إلى قطاع التربية وتقول السؤال إذا ما كانش مناصب شاغرة كيف تكون العملية ربما مناصب شاغرة في إنتظار قلنا في إنتظار المناصب الشاغ سؤال قبل قليل قدتك عقود في القطاع الخاص لماذا في ولايتنا العقد محدد بثلاث سنوات فقط غير قابلة للتجديد بينما في الولايات الأخرى هو عقد غير محدد أي قابل للتجديد كل عام وشكرا هذا يرجع من اختصاص المدير المديرية التشغيل هي المقاربة كل ولاية والمقاربة التي عملت بها في بعض الولايات حتى القطاع الاقتصادي سنتين سنتين ما كانش بعد ثلاث سنوات هو هو كذلك واني قلت لك المقاربة لكل ولاية اعتمدتها المقاربة التي اعتمدتها لولاية تقلمة موجودة في عادة ولايات نعم القطاع الاقتصادي العمومي يقول لك ما ما صيرنا نحن أصحاب ثلاث سنوات قطاع الاقتصادي العمومي ما ما صيرنا نحن أصحاب ثلاث سنوات نطلبوه هنا ونشوف نوجه نداء ثاني كذلك للمستخدمين لأنه لازم للمستخدمين العموميين أو الخواص حتى هم كذلك معنيين بالعملية عاليهم بعاليهم بإمضاع عقود سيتيار هذا لأنه مش معقول أنه كل تسويات تقوم بها غير الدولة أو الإدارات التابعة للدولة الإدارات العمومية نعم هدى ربما نرد هدى المفروض ما كنتش في المتابعة لأنه سؤالك أجبنا عليه قبل قليل لكن ما عليش راح نعود ونجاوبوا عليه قلت هل أصحاب عقود ما قبل التشغيل في القطاع العمومي الاقتصادي معنيين بالإدماج وهل هم محصيين في وكالة التشغيل أم في مؤسساتهم وكيف يتم إدماجهم أنا قلت لك المحصيين بالطبع محصيين في الوكالة ومحصيين في مديري التشغيل ومحصيين عند المؤسسات هم معنيين بعملية الإدماج هم عملية الإدماج هي عملية تلقائية عند المستخدم خاصة المستخدم في القطاع الاقتصادي العمومي نعطيك مثال بعض المؤسسات يعني وظفتي أصبح في إطار السيتيار لكن توظيف على أساس ماذا هل على أساس احتياج المؤسسة أم أنك خلاص وصل 8 سنوات توظف وكفاء أو لما يكون المؤسسات ما تطلبش يعني ما نوظفوش كيف يتم بينه نقطة هنا قلنا احنا في القطاع الاقتصادي ما كانش لي خدمت من 8 سنين قطاع الاقتصادي سواء الخاص ولا العام عندهم إيناني رونوفلاب العام قابل التجديد بعام خلاف في إطار تطبيق المواد اللي خرج فيها المرسوم تاجهاز موزاعد النمجاني 126-08 ماذا يقول؟ عنا قلنا تعداد المستخدمين تعدي اي بي لازم يفوش تعداد المستخدمين المؤسسة لازم يكون في حدود 15% شوف سامحني فقط نقاطعك السيد واسين بورجيبة أنت ربما تتحدث عما يجب أن يكون لكن تشتي ولا نكره كينا ناس راه يتخدم في القطاع الاقتصادي العمومي عندها 3 سنوات أربع سنوات موجودة كيف راح نتعامل معها ببساطة يعني يروحوا 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 نقعدون السنة وإحتياجات المؤسسة نزيدونهم سنة أخرى في انتظار ما سيكون جاوبنا عليهم 3 سنوات 4 سنوات إما المستخدم تكون عنده إيرادة يدير لهم عقود عمل المدعم في إطار عقود المدعم دي جاء عقد عمل مدعم سيتيا أصبح كون ما يكونش معاه عقد غير محدد للمدة نحن مدرية تشغيل من سنية وماذا هو عقود المدعم سيتيا يجب أن يكون معهم عقد غير محدد للمدة عقد غير مدعم الدولة تكفلت الدعم لمدة 3 سنوات غير يحكم الموظف معه الشاب يستفيد عقد غير محدد للمدة لا يمكن أن يفضل عقود المدعم لا يمكن أن يفضل العقود أو يمكن أن يفضل عقود المدعم وهذا المنري في الأمميني هذه نحن نضعها في مدعم المستمع إذا قمنا بإشعاد الامي أننا سأكذل عقد بعد المدعم العقود سأكذل أجد مدعم سيتيا ممكن أن يكون مدعم عقد غير محدد للمدة 8 سنوات أمم يُزيد عن الجديد المستخدم مدعم للسيتيا فهذا فضل عقد التسنوات نحن نحن نحكي والإجراء القانوني والإجراء اللي يكاين وشرع عنا وشرع عنا المشرع أكيد أكيد حنا ما نديروش حاجة فوق القانون خدمة ثلاثة أربع سنين يعاود يقلنا يخرج شهدات العمل تاعه يعاود يروح يسجل في تطبيق الوسيط نهار خلاف كينا عرض عمل تكون ليه الأولوية يسجل في تطبيق الوسيط ويغادر المؤسسة يغادر المؤسساتيه بس كم قايش عقد عمل يربطو به بس صحيح يتكون عرض على مستوى الوكالة عرض التوظيف ليس شرط في نفس المؤسسات ليس شرط في نفس المؤسسات مؤسسات طلبت التخصص يوجه مباشرة للمؤسسات يروح على أساس القطاع خليني نروح لك الأكثر هو كمل ثلاث سنوات في القطاع اقتصادي عمومي على برنا بفكرة أنهم يضيفوهم هذه السنة الرابعة هاي السنة الرابعة كانت غير في المؤسسات الاقتصادية العمومية يتلتازم وتلتازم بالتوظيف وتديرها عقد سيتيات يعني عقد سيتيات يعني عقد غير محدد المهمة يعني يبقى ويخدمواهم طول لم يكن يكمل عام الرابع ويروح يروح العام الرابع احنا وش نديره عام الرابع احنا كالإجراء القانوني اللي عندنا هو مدام سنية عنده مدام سنية نلوه قلنا احنا قم بارلل يكون معه هو ميروح شيروح من المؤسسة هو عقد غير محدد وفي منصب دائم ويروح شيروح عنده عقد تبقى المشكلة بينه وبين المستخدم كي يقوله روح تروح عنده المصالح مفتشية العمل يعني عنده حقوق عنده حقوق عقد العمل دائم عقد عمل مواجه اي عامل كان اوكي وهو كذلك عمال التربية تقول يتساءلون على عقود الإدماج لا توجد اي ورقة هكذا او اجراء كما حدث مع عمال بلديات هكذا زينة عقود مديري التربية عندها صافي طواجور يعطيناها هم تحدثنا عليها ربما في الساعة الأولى شو جميع الإدارات العمومية اللي واجدها اللي كي نحن على مستوى طراب الولاية كل هاداتنا جميع القطاعات داوم ملف الإدماج ومشتاع الشباب بالمستوى اللي رح يجيسهم الإدماج بعد او سنة مالية ١٩ ١٩ في هذي برك ننضح على المستفيدين بالعملية الأولى هذي تعالي اكثر من ٨٩ سنوات انه من جهة المديرية تشغيلت من حلم ملف الإدماج اه تعطي مشاهدات الإدماج وفي الإدارة تاعه يطلبوا منهم تكوين ملف الإدماج تكوين ملف الإدماج في أربع وثاق ومعروفين عنده نسخة من نسخة من العقد نسخة من الانتساب العقد هنا يكون العقد الأولي الأول يعني هذا هو كان تكوين ملف كل إدارة تطلب تكوين ملف هذا ملف الإدماج وكان ملف التوظيف اوكي وهو كذلك قبل ما نوصل الحديث نوفيكم في الدقيقة الثلاثين بعد الحديث عشر بعنوين الأخبار مع محمد شوابنا يبقوا معنا موسيقى 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 اهلا بكم سمعنا في عنويني الاخبار تجهيز اكثر من ثمانين مؤسسة شبانية وانجاز مئة وسبعة عشر ملعبا جواريا مغطى بالعشب الاصطناعي بالولاية بتمويل من صندوق الضمان وتضامن الجماعات المحلية اضطراب وتموين بمادة الحليب المدعم بقلمة لا يزال مستمرا المستهلك والتاجر يتسألني عن دور اجهزة المتابعة والرقابة بالولاية بلدية واتسناتي تسفيد من عديد المشاريع التنموية لحساب المخاطط البلد للتنمية للسنة الجارية بغلاف يفوق خمسين مليون دينار جزائري وفي رياض المنتخب الوطني لكرة اليد واجه المنتخب التونسي امسية اليوم بداية من الساعة السادسة تفاصيل هذه العنوين واخرى ترقبها بعد اقل من نصف ساعة من الان الى اللقاء عين على المجتمع عين على المجتمع مواضيع اجتماعية للتحليل والنقاش تلبس الجن بالانسان اذا بين الحقيقة والخرافة عين على المجتمع اعداد وتقديم منال برماطة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اليوم يكونوا فهموا يعني الشي اللي حبينا نوصلوها يكونوا فهموه نعود ننصيق السؤال بمثال قلت فيه ربما من يعمل في مؤسسات ولديه خبرة ثلاث سنوات مؤسسات عمومية هذا الطابع اقتصادي ولديه خبرة ثلاث سنوات العقد سينتهي خليني نقول مثلا هذا الشهر والمؤسسة لا يمكنها ادماجه هذا كيف يتم التعامل معه اه نرجع دائما هنا النداء الاول من وجهها للمستخدمين المستخدمين حتى هما يقع على تقهم العمل على ايجاد مناصب محدد المدة في حالة عدم مشود مناصب غير معرفع المفسد شفافar في حالة عدم موجود مناصب غير محدد المدة يروحوا للسيتياء هذا يعني هذا كأقل أجلنا غير موضوع إلى دروكا خلي نوضح المستمع الكريم إنسان عنده كنت خافي قطاع عمومي اقتصادي تخوازان هاو كون يلقى السيتياء أوطوماتيك موها يعني بصدر راحب هاي مكانش السيتياء هذا هو الإشكال التركيه هنا الحاجة اللي نقولوله هو بالمقابل بعد انتهاء ثلاث سنوات المستخدم او المستفيد يتحصل على شهادة الخبرة شهادة الخبرة دي عاود يروح للوكلات القريبة من مكان سبناه ونرجع لكاية الواسيط وكفة يعني بج ما نكذبوش فقط ونرجع لكاية الواسيط لأنه السيتياء مكانش هذا هو المتوفر لأنه حتى الجهاز حتى الجهاز بغير معقول أنه يكفي أو يلبي احتياجات كل طريب العمل الجهاز لأنه الدولة خلقت بالمقابل خلقت أجهزة أخرى خلقت لونساج الكناك يعني يقدر هو يقدر لملقاش بعد ثلاث سنوات وملقاش منصب يقدر كان عنده فكرة يقدر يتوجه مباشرة للوكلات الأخرى لجهزة خلق القطاع الخاص فصلنا فيه القطاع الخاص مع الناشو وش نقوله فيه وهو كذلك إذن الإدماج سيد المدير سليم برهدون في مناصب عمل دائمة في مناصب عمل دائمة واحد من المطالب التي تم رفعها من قبل هؤلاء فهل هذا يعني أنه فيه إدماج في مناصب غير دائمة أم ماذا؟ هم هذا الانشغال طلبوه يعني المعنيين بالعملية معنيين بالعملية تعلان ثم سنوات إلا هم المعنيين بالإدماج عموما يقولك أنه نطلبوا إدماجنا في مناصب عمل دائمة دائمة هل هذا يعني أنه فيه مناصب عمل غير دائمة؟ نعم في الإدماج هذا في القانون الوظيفة العمومية بصفة عامة كي نرجع القانون الأساسي للوظيفة العمومية يقولوا له 0306 0306 هذا فيه شقين كين للوظيفة العمومية كين شقين كين تاع الموظفين لأكاين زيارة أوكاين وقانون خلافة يعني بنظام التعاقد بنظام التعاقد 0308 هذا الذي يحدد كيفية توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكلة والقواعد المتعلقة بها هذا من الناس اللي عندهم كما قلناك بلادك المخريجي المعاهد وخريجي المعركز تكون مهني ولي عندهم شهادات مدرسية تانية 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 يرجعوا كما نقول احنا للشورة التوظيف بنظام التعاقد نعم وكذلك أسئلة كثيرة يعني راح نحاول نجاوب على البعض منها لأني أعتذر من المستمعي الأكارم كل إنسان ربما طرع اللي عندي سؤال راي فيه إجابة ضمنية من باقة الأسئلة اللي طرحتها بشكل أعام تقول لك من فضلك وصلي سؤالي هذا الأخت منها لأنه دفعت الدوسي تاعي السيتيات درك شهرين ونص بل صح ما تسنياش الدرك وقاعدة نخدم راني معالجة نبقى نخدم ولن سنة يسنيوها ولن حبس ما نفهمه هنا لكان العقد تحا تم تحريره ولا تحصلت على العقد وعندها العقد قبل 31 ديسمبر 2019 العقد رأوا على مستوى المدرية تشغيل على مدرية تشغيل يعني ستتحصل على العقد تحا أما بعد ابتداء من أول جنفي 2020 لحد الآن العملية متوقفة لكان العقد حررة يعني تحصلت على نسخة من العقد تحها قبل ما ينضيها مدير تشغيل ولا قبل ما ينضيها المستخدم قبل 31 ديسمبر 2019 هي تتركت تحصل على العقد تحها نعم وهو كذلك سؤال آخر تقول سباح الخير سؤال يمنال لنا أعمل في القطاع العام شهادة مهندس دولة هندس الترائق في الكيمياء وأنهي ثماني سنوات لكن في البلدية التي أعمل بها شهادة لا تتوافق عفوا مع الوظيف العمومي أعطوني حل من فضلكم هذا الحل شاهدت من شوف الملأمة شهادة تحها وين وش من قطاع رح يكون هدية ترجع للجنة التعال لجنة كما نقول احنا لجنة الولائية لدوسي تحت تهزوا الإدارة البلدية يروح لجنة الولائية بقارن لجنة الولائية توجه للقطاع لتتلاءم على شهادة تحها نعم وهو كذلك سؤال آخر تقول تسمعنا في القطاع العمومي قلنا نكونوا واضحين كمنا ثلاث سنوات كنا كنت خسيتها اللهم بارك ما كانش كنت خسيتها تروحوا تروحوا وتروحوا تسجلوا في الوسيطة أنا يعني صارحة وتكون عندهم الأولوية في التوظيف ويكونوا خيوغيتاء في التوظيف ماشي إشكاليا نروحوا لسؤال آخر تقول شكرا الأخت مننا على الموضوع سؤالي الأول هو في أي منصب سيتم إدماج أصحاب لسانس لغات وسؤالي الثاني لماذا لا يتم منحهم رخصة لإدماجهم في منصب في منصب مشرف طربوي لأنهم شغلوا هذا المنصب لأكثر من ثماني سنوات واكتسبوا خبرة في هذا المنصب مثلما تم منح رخصة لأصحاب لسانس الحقوق في مسابقة التعليم سابقا نقطة تتدرجة إن شاء الله تتدرجة إن شاء الله كي تقوم اللجنة في اللارينية وجهية إن شاء الله هتقوم ونشوفوا كيف نديرهم على مفتشية الوظيفة العمومية قطاع التربية قطاع التربية ومفتشية الوظيفة العمومية كيف يديروا لخصة استثنائية إن شاء الله إن شاء الله تقول صباح النور كفاءة مهنية في الطبخ خدمة فعلية مدة سنتين في مدرسة ابتدائية هل يمسهم الإدماج؟ هذه إن شاء الله في 2020 كي تقفل نوركة نحن قلنا تلات دفوعات قلنا وديما نرجع وديما نرجع هي كي قلت كفاءة مهنية فالطبخ لم يعد نحن وقت حصلت على العقض شوف لا خطر كينا عملية ها العقض هذو في خرجين مراكز تكون المهنية متحصلين على شهادات مهنية حرفية طبخ تلحيم كينا عملية كانوا مسابقا مستفيدين من الجهاز ويوجدوا على مستوى البلدية على برد الإدارة لعندهم كثير من ثم سنوات هذو هذو تمسهم العملية التسوية أما جاءت العملية تاع 2017 أو آخر 2017 تاع الجماعات المحلية ويقوموا في صح قوموا يقوموا في المدارس طبخين هذه ما زالك متنسهمش العملية مازالك عندما سنة عملية لا تقفل ثلاث سنين في 2020 في 2020 تتعود عندها ثلاث سنين حتى ثلاث سنين يجي سنة عملية 2021 ثلاث سنوات فأخر أي واحد مستفيدة عنده عقد وعنده في مدة قل من ثلاث سنين يجيسر الإدماج أوكي هذه تقول كونت خاصة نروح ونديروها يقولون ما كانش يعني فصل سيد المدير ما كانش هذه تقول صباح الخير منال عندي استفسار فيما يخص العاملين ضمن عقود الشبكة الإجتماعية ويخلصوا 540 ويخدموا في المطاعم المدرسية لمدة فوق ثمانية سنوات هل سيمسهم الإدماج أم لا عام ثماني سنين يقولك الإدماج يمس صغير لحامل الشهادات لمستفيدين من عقود العضاص يتحولوا إلى جهاز المساعدة للإدماج المعني يعني الفيلي سوسيال اللي كانوا سابقا يسمونهم الشبكة الاجتماعية ما تنسهم العمارية الساعة نعم سؤال آخر تقول حبيث تطرح هذا الإشكال حول الأشخاص الموقفة عقودهم تعسفيا بسبب الدراسة ما هو مصيرهم وشكرا بسبب الدراسة يعطى برعقد غير شرعي غير قانوني نعم سما أنت قدير يروحك شون ما أخدمت يعني لأنه ما بني على باطل فهو باطل باختصار تقول هذه أعتقد أننا جاوبنا عليه يعني نحاول أني قلت أعتذر من المستمعين الأكارم ما نقدرش ربما نجاوب على كل الأسئلة لكن أعتقد من خلال الطرح أنه جاوبنا على ما نقول كل الأسئلة ولكن على الأقل 90% من الأسئلة تقول صباح الخير أن نخدم في إدارة والكونترا تاعي من البلدية من 2009 وهندي شهادة أعتقد شهادة في الكيمياء الصناعية وجاتني مؤخرا شهادة الإدماج وين يرسموني في البلدية ولا في البولي كلينيك تابع المديرية الصحة يدير لقرار تحويل المديرية الصحة سؤال آخر تقول سلام عليكم أختي منال أرجو أن تقرأ رسالتي أنا عملت ثلاث سنوات في القطاع الاقتصادي العمومي الجزائرية للمياه وكنت أشتغل في منصب شاغر طيل الثلاث سنوات ولم أحصل على منصب ستيا ولا على منصب دائم كما أنني لم أحصل على شهادة عمل عندما أذهب للإدارة يقولوا لي من مدوش مباشرة بعد انتهاء مدة العقد تروح للمستخدم تحها وكذلك مدير يتشغيل يعطيه لها شهادة العمل للمدة التي قاضتها في المؤسسة من حق هذا لأنه من ضمن المواد لمذكورها في العقد أنه المستفيد بعد انتهاء المدة على الإدماج تحصل مباشرة على شهادة الإدماج نعم نحن أصحاب العقود القطاع الخاص المستخدم قابل أنه يجد العقد عفوا لكن المشكل في وكالة التشغيل هي لرفضة مدنا العقد هذا تكون كاتر ياماني وما توفر فيه شهورات وطلبنا منهم الالتزام على الالتزام نشوف هل المستخدم هذا سبق له أن يوظف في إطار سي تياه أو سي دي دي ما هو شيء لأنه لقينا مستخدمين يوظف في الناس يعني مجانيا من يدفع حتى أجر هذه تقول ما نلحب نعرف 6 سنوات وكتيم السهم الإدماج يعني كنا 6 سنوات سنة 2020 وكتيم وكتيم يعني عشرين وهو كذلك إذا نرجع إلى أسئلتي ونعتذر يعني ربما ما قريتش كل الرسائل راح نحاول ربما أني نقرأ ماكسيموم منها سؤال آخر يقول هل سيتم احتساب سنوات العمل في التقاعد منذ بداية العقد سنوات التقاعد منذ بداية العقد منذ بداية العقد هذا نرمو كان مشروع قانون تقاعد جديد أوكي اسمعنا به كل قانون تقاعد جديد كان مشروع قرار مشروع قانون يمد الحق للمستفيدين من جهاز مساعدة اليدميز مهني بشراء سنوات تقاعد في حدود ربع سنوات مليح شراء سنوات تقاعد في حدود ربع سنوات نعم وهو كذلك إذن التعويض عن سنوات الخدمة منذ بداية العقد ألا يعتبر مطلبا مبالغا فيه خاصة وأن غالبية أصحاب عقود لا يقصدون مكان العمل إلا مرة واحدة في الأسبوع نعود السؤال فهمتك قلت تعويض عن سنوات الخدمة منذ بداية العقد ألا يعتبر تعويض سنوات الخدمة تقصدي بها بعد توظيف لا نقصت قبل التوظيف وبعد التوظيف لتنين قبل التوظيف بعد توظيف نحن ما نقول لك إنسان مدي عقد عمل ممضيين ما نحن عقد كيف نتنرجع وحنا موش عقد عمل كمدرية التشغيل مدرية التشغيل مدرية التشغيل حنا يتجيون كشف الحضور بل إنسان يداره ويخدم شهر كامل هادي مستخدم كل مستخدم في كل القطاعات يتحمل مسؤولية أو كاملة متابعة للمستفيدين أوكي يعني كيف نقدر ونقوله على احتساب على سنوات تعويض عن سنوات الخدمة ترجع للمستخدم ترجع للمستخدم ولو أنه يعني لا تعتقد أنه مطلب مبالغ فيه قاصة قلت أنه مصحب العقود يعني ربما يخدم مرة في الأسبوع ولا ما يخدمش حتى في الإدماج حتى نقوله نحن دائما نتكلمه لأنه دائما نسينا دور اللجنة الداخلية كل القطاع عنده لجنة داخلية من الصباح يترأسها المدير هذو هم اللي بثوا حقيقة في الملفات موش اللجنة الولائية لكل القطاع عنده لجنة داخلية يترأسها المدير أو ممثله هم اللي بثوا في الملفات حسب المناصب الموجودة حسب المناصب المالية الموجودة وحسب التخصصات وحسب الاحتياجات التحامل دورك بعد عملية التسوية لما راح تمسهم عملية الإدماج نقوله عملية التوظيف عملية التوظيف دورك ما يقدرش هو يطلب احتساب الأخدمية فيه هو راح ياخد منصب مقابل التخصص أو مقابل ديبلوم مليح نعم وهو كذلك إذن بالنسبة لخريجي هذا هو السؤال اللي حبيتكم تفصلوا فيه يعني الاثنين بالنسبة لخريجي الجامعات الجدد الناس يعني اللي يتخرج 2019 و2020 ورايحين يزدوا يتخرجوا مخاوف كثيرة يطرحها هؤلاء خاصة بعد هذا الهبة وبعد حملة الإدماج هؤلاء كيف سيكون مصيرهم ألا يؤثر هذا الإدماج بالشكل الرهيب هذا اللي راني نتحت عليه على تنظيم المسابقات خاصة وأن العملية ستجعل تقريبا كل المناصب محكومة يعني دركة الإشكال الكبيرة هذا هو دركة لازم نبدل الدهنيات في العقلية نحن الدهنيات نخرج من الجامعة هذه كانت فينا نحن كل نخرج من الجامعة لازم نخدم في إدارة عمومية كان وكالة كان الطرق الكلاسيكية اللي عمل القانون 19 سفر ربعة اللي يقوم بتنصيب العمال في المؤسسة الاقتصادية دركة لازم توجه للقطاع الاقتصادي دركة كل ولاية وعندها كما نقول نحن هي الطابعة الجغرافية التي تلزم عليك النشاط دركة الله غير من نشجة الاقتصادية التي في الولاية تلزم ضعيف دركة لازم هذه لازم تكون إرادة تعدولة وإرادة تعرجة للأعمال يديروا مصانع يديروا مصانع يديروا يزيز يزيين يخدمون يستخدم بعيدنا على الحل اللي راح تعطيني ربما مخاوف تحم ناس كل حبة عقلها يخرج من الجامعة يخدم في الإدارة بعقل معليش خليني هذا أنت قاعد تدير في عمليات شريحية لكن بلغة المنطق هذم الناس يرام لأن راح يتخرجوا من الجامعات راح تكون إشكالية عظمى يعني يقولون أنت راح يعمل معليش أنا أدير أنس ويقول لكم على قريط خلاص من لون ورح درت أنس وقصيت عليها وكملت ربما هذه السنوات الكل وبعدين يأتي القانون هذا لفائدة فئة معينة وأنا لا أستفيد من شيء أم حتى أنا مطالب يعني نبقى ونظروا في حلقة مفرغة أنا مطالب كما نزيد السنة راح يكون من غادين راح يكون حل سحري يمتصاص العدد الكبير في عدد الخرجي الجامعة مثال لأنه أنا قلت لك أنا كين نمط الكلاسيكي أنه أي متخرج من الجامعة يروح يقوم بعملة التجيل لدى الوكال وينتظر للتخصصات لأنه بعد التخصصات مجلقاش في الإدارات بجي نكون واضح لنعطيك مثال نعطيك مثال مؤسسة معروفة في قلمة هي مستم العمر بن عمر ما تتوظف عن تريق الإدماج المياني توظف مباشرة هل المهندس هذا يتخرج من الجامعة مفروض هو لازم يروح للإدارة هو مش معني بالإدارة هو معني بالعروض لي يقدمها يدحها المستم العمر يعني يبقى نمط الكلاسيكي يبقى صح كين فئة اللي راح تمس توقاس شوية هي الفئة اللي عندها علوم إنسانية تخصصة علوم إنسانية علوم اقتصادية هذه العلم الإنسانية صح لأنه تسوعبهم كثير الإدارة ميلقوش منافث أخرى يدبو شي مكانش كين بالمقابل كين منافث أخرى أنه هو منظر يفكر يقدر يدير مشروع واحده يقدر يروح للونساج الكناك الونجام يعني يتخرج من الجامعة أو تخرج السنة سيكمل إعلام من الأول رح تقدر كيميات لن أعطيك مثال حتى لن ننساج لا يقدر يدير من الأول لن يكون لديه دورك الأولوية الديبروم والاختصاص الأولوية لن يحمي شهادة الجامعية نعم لكن نرى لو كان نرجع للطرح مثلا نقولوا الوقت الذي خرجنا في نحن كنا مثلا توظفوا من الجامعات خرجنا 100% وتوظفوا 35% مثلا أعطيت مثال فقط الآن بعد هذا التوظيف والعملية لأنه أي حاجة لديها جانب إيجابي و سلبي سيقولون الجامعة من التي يتخرجوا جدد يعني يتوظفوا لك كثرة وكثرة واحد 3% أو لا لا دورك هو حسب الاختصاص حسب الاختصاصات الموجودة نعم نعم أنه العام والخاص يقرأ علوم إنسانية وذروالي أنه الباك الدنيا يقول بأشرة وكتاش هذا هو المشكل حتى في الجامعات تعني لازم تكون نظرة استشرافية وهو كذلك لازم تكون نظرة استشرافية لازم نشوفه لازم نشرح الوضع وضعت السوق العمل لازم نحن نحن ندرك الاختصاصات ومن يرون تكوين برك في اختصاص لازم نحن حتى الاختصاصات في الجامعة حسب سوق العمل تكوين المهني لازم تكون حسب سوق العمل فعلا والك الله وفك لازم تكون حسب سوق العمل الاحتياجات سوق العمل وما يحتاج سوق العمل من يد العاملة من تركها هذه لازم نشرح الوضع كما نخرج ويكون فائدة لجميع الشباب نعم وهو كذلك السيد وسيم برجبة كلمة ختامية كلمة ختامية وما سنقول عملية الإدماج مع مصالح مفتشية الوظيفة العمومية ومصالح مرقبة المالية ومع جميع القطاعات الأخرى وكان اللجنة تنعقد شك عشر أيام خمسة عشر بصفة دورية ومتابعة العملية والعملية نعم وهو كذلك السيد ساليم بوردوم نحن نتفأل خيرا بهذا المرسوم اللي بوسطه يتم توظيف فئة كبيرة من المستفيدين من جهاز المساعدة للنجم يعني ومتفأل خيرا لأنه يكون بلاك ممكن يكون حتى ترتيبات أخرى تمثل الفئة الأخرى يعني احنا الشيء اللي أتاء هو شيء جميل كثير ورح ينقص عبء كبير على الفئة هذه على المستفيدين لأنه أخيرا كان آلية للتوظيف نعم واضحة للتوظيف فإذا أشكر شكرا جزيلا ضيوف لك كارم كل من رئيس الفرع الولائي للتشغيل عنام جلمة السيد سليم بورهدون والشكر أيضا موصول لرئيس مصلحة الإدارة العامة والميزانية بمديرية التشغيل جلمة السيد وسيم بورجيبة أرجو وأتمنى فقط أن تكونوا قد استفدتم من خلال كل ما قدمناه لكم في هذا العدد من برنامج عين على المجتمع وأليات عقود إدماج أصحاب عقود ما قبل التشغيل وأتمنى أن نكون قد أجبنا على أكبر كم ممكن من الأسئلة المطروحة ربما في ذهن كل الشباب الذي ينتظر التوظيف بفارغ الصبر تحيات منال قرمات في الإعداد والتقديم والقادم إن شاء الله أجمل وأحلى في الجزائر إلى اللقاء